أقول لك إن دعوة الحق مهما حرمت فهي منصورة أبشر والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأن فذه الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليه حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ والله هو المبلغ عن أهل السنة أفيحارب الحق بالباطل أن يضيق على أهل الحق في حقهم حتى لا ينفقوا به أو حتى يعزلوا عن الناس من العام والعامي مشتق لقبه من العمى فهو كالبهيمة العجماء تنضي وراء سائقها أو تتبع قائدها ولا تسأله أين يتبه ولا حيث يريد فلا يحارب الحق بالباطل والحجة لا تحارب إلا بالحدة لا تحارب الحدة بتنفير الناس عنها الحق لا يحارب أصلاً والحجة لا تحارب إلا بالحدة ولا تواجه إلا بالحدة وأما قتل القائم بالحدة أو نافيه أو تصميته أو تسكيته أو ترويعه أو إرهاب الناس لينفضوا عنه فوالله ما يألغ من حجب الحق شيئاً وإن الله لمنفذه إن شاء جل وعلا بقدرته ورحمته وكذلك وعد ولينصرن الله من ينصره من نصر الله بإقامة دينه والدعوة إلى سبيله والتبذام منهاجه واتباع صراط رسوله نصره الله ومن نصره الله فمن يهزره ومن أعزه الله فمن يذله ومن رفعه الله فمن يضعه ومن أكرمه الله فمن يهينه نسأل الله أن يحسن ختامنا